السلام عليكم مكونات زي ما قلت. معي هنا 150 جرام من الفراولة. دي فراولة مجمدة. ممكن نستعمل فراولة الفريش. وناخد معلقتين كبار من سكر ستيفيا. ومعنا هنا اه مكعبين صغيرين من الزبدة. اه كل مكعب فيهم 10 جرام. يعني نستعمل 20 جرام من الزبدة. ومعايا كمان قلبة جبنة فيها 6 مكعبات. الوزن بتاعها 108 جرام. يعني حوالي 100 جرام من الجبنة. وكمان معانا هنا اولب سيليكون. هنبدأ بالطريقة على طول. اه انا حط دلوقتي الزبدة دي كل مكعب 10 جرام يعني نستعمل 20 جرام من الزبدة لو الفراولة معاكم فريش يا جماعة حطت عليها السكر على طول لكن انا لسه الفراولة معايا مجمدة فانا دلوقتي هدخلها في المايكرويف ان هي تفك معانا شوية وبعد كده هنطلعها من المايكرويف بتكون معانا بالشكل ده خلاص فكت معانا وكمان الزبدة بقت طرية قوي هنشغل عليها دلوقتي الميكسر ونفرومهم ناعم جدا او ممكن ان انتم تحطوهم في الكبه او في الخلاط على حسب المتاح ونضيف عليهم دلوقتي السكر معلقتين كبار من سكر استيفيا وطبعا السكر حسب الرغبة ونشغل عليهم تاني الميكسر بالشكل ده كده لغاية لما يختلطوا مع بعض كويس هنجيب دلوقتي طبق تاني ونحط فيه الجبنة 6 مربعات من الجبنة او حوالي 100 جرام من الجبنة لو هتستعملوا جبنة كريمي ونشغل دلوقتي على الجبنة الميكسر علشان ننعمها خالص وبعد كده هنضيف عليها الفراولة او ممكن نستعمل اي نوع جبنة كريمي مناسبة للكيتو دايت وبعد ما الجبنة نعمت معانا بالشكل ده هنضيف عليها دلوقتي الخليط بتاع الفراولة والزبدة والسكر وانشغل تاني الميكسر لغاية لما يختلطوا مع بعض كويس بيكونوا معانا بالشكل ده اهم حاجة ان انتو تتأكدوا ان الجبنة والفراولة كلهم اختلطوا مع بعض كويس بالشكل ده هنجيب دلوقتي اسبتيولة ونقلب من تحت الفوق كده علشان ما يكونش فيه اي قطع من الجبنة مش مختلطة مع الفراولة كويس وبعد ما قلبناهم كويس بالشكل ده يلا بينا بقى هنحط في الاوالب بتاعتنا ونجهزها علشان ندخلها الفريزر هنجيب دلوقتي صانية كبيرة وهنحط عليها دلوقتي اوالب السيليكون يفضل يا جماعة استعمال اوالب سيليكون عشان نعرف ان احنا نطلع منها الحلوة بمنتهى السهولة وهنحط في كل قالب معلقتين كبار من الخليط وهنكمل بنفس الطريقة كده لغاية لما هنخلص الكمية كلها وبعد ما خلصت الكمية كلها بالشكل ده عملت معانا 12 قالب بالحجم ده هنمسك الصانية كده ونخبطها خبطتين علشان الخليط يتوزع معانا كويس بيكون معانا بالشكل ده وبعد كده بندخلها الفريزر علشان القوام بتاعها يتماسك كيبتاخد حوالي ساعتين او تلاتة اوالحسب الوقت بتاعكم انا في العادي بعملها بالليل وبعد كده تاني يوم بصورها وبعد ما عد عليها ليلة كاملة بالشكل ده هنطلع دلوقتي الاوالب طبعا بتكون خلاص متماسكة معانا هنطلعها كده من الاوالب السيليكون يفضل يا جماعة استعمال اوالب سيليكون في نوع الحلوة دي علشان تعرفوا تطلعها الحلوة بمنتهي السهولة بتكون معانا بالشكل ده هنحطها دلوقتي على طبق وهنطلع واحدة تانية بنفس الطريقة كده يفضل يا جماعة في نوع الحلوة ده ان هي تفضل باستمرار في الفريزر علشان هي بتسيح بسرعة يعني يسيبوها في الاوالب وطلعوا منها وقت ما انتوا عايزين ويلا بينا بقى نقدمها مع بعض طبعا التقديم حاجة ترجع ليكو انا قدمتها بالطريقة البسيطة دي لان هي بصراحة مش محتاجة اي تازين شكلها جميل جدا وطعمها كمان اكتر من رائع شايفين يا جماعة الحلوة شكلها جميل جدا وكمان بتدوب في البق وطعمها جميل جدا وان شاء الله هتعجبك قوي ولازم طبعا ان احنا نحتفظ بها في الفريزر على طول وانا دلوقتي هكتب ليكو المكونات بالزبط وكمان السعرات للقطع الوحدة قد ايه علشان تعرفوا ان انتوا تصوروها وده كان فيديو النهاردة طريقة عمل حلوة الفراولة حلوة لوكار بمناسبة للكيتو دايت وكمان لمرضى السكري باربع مكونات بس من غير جيلاتين من غير حليب من غير كريمة من غير بيد ولا اي نوع دقيق ولا حتى نشا اتمنى يكون الفيديو عجبكو اذا عجبكو الفيديو بتاع النهاردة اشتركوا على القناة فعالوا الجرس علشان يوصلوكو كل جديد من فيديوهاتي ما تنسوش ترفعوا الفيديو باللايك والشير وتعلاقاتكو الحلوة علشان يوصل لأكبر عدد من الناس ولما اتجربوها اقولولي رأيكو فيها ايه وبالفة انا وعافية اشتركوا في القناة